بسم الله الرحمن الرحيم طاسمين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من مبي موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علم في الأرض وجعل أننا شيعا يستضعي قضاء بدا منهم يستضعي قضائفة منه يذبح أبناءهم ويستحيي لساءهم إنه كان للمفسدين ونريد أن نبن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحمرون وأوحينا إله من موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخوفي ولا تحزني ولا تخوفي ولا تحزني إن ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطوا آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح قعد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون وحرامنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فردناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغى شده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجذر محسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلا لهذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثوا الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفرني فاغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بمن أمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره باللمس يستصرخه قال له موسى إنك نغوي مبين قال له موسى إنك نغوي مبين فلما أن أرد أن يبطش بالذي هو عدو له ما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن المنأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج من خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدينة قال عسى ربي أن يهدي لي سواء السبيل ولما ورد ماء مدينة وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونه ممراتين تذودان قال ما خطبتما قال تانا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عني القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبد استعجروا إن خير من استعجرت القوي الأمير قال إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين قال إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أثممت عشرا فمن عندك ومن أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كذو إني آنست نارا لعلي أتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نوري من شاطئ الوغد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جن ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسكدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضم إليك جناحك من الرهب فذلك قرهانان من ربك فذلك قرهانان من ربك إلي فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قام سنشد عملك بأخيك ونجعل لكما سلطانا ونجعل لكما سلطانا فليصنون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الظالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترا وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوكذ لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبره وجدوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناهم جدودا فنبذناهم في اليوم فانظر كيف كان عاقبة الوالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتقول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدينة تكنوا عليهم آياتنا تكنوا عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطون إذ نادينا وننكر رحمة من ربك لتنر قوما ما أتأهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يتمروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدا منهما أتبع أتبعوا إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبونك فاعلم أن من يتبعون أهواءهم ومن أضع ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدن قوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبلهم من يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرا مرتين بما صبروا ويدرعون بالحسنة السيئة ومما رزقناه من فقود وإذا سمعوا له وأعرضوا عنه أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أو لم نمكن لهم حرما آمنا إن يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلنا ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خيرا وأبقاء فلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تضرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل دعوا شركائكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وراء العذاب فلم يستجيبوا لهم وراء العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبته المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمل في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهر سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعلنكم النيل والنهر لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فاعلموا أن الحق لله فعلموا أن الحق لله وظل عن ما كانوا يفترون إن قرون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الخلوز ما إن مفاتحه ما إن مفاتحه لتنوء بالعصمة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ بي من آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إن من أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جذعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون قال إن من أوتيته على علم عندي أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليس لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم أوي لكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقى إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويك أنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهرا للكافرين ولا يخدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هارك إلا وجهه له الحفوة وإليه ترجعون حفوة وإليه ترجعون ترجمة نانسي قنقر